السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث سنوي الصناعي قسم التركيبات والمعدات الكهربية مرحبا بكم في احدى حلقاتنا من مادة الالات الكهربية والوقاية ابنان وبناتنا بالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله ويا رب كل واحد فيكم يحقق ما يتمنى من دراسته معانا ان شاء الله في التعليم الصناعي وبالتوفيق لكم في المعاهد والكليات التي ترغبون ابنان وبناتنا في مادة الالات كنا بدأنا في المحركات الاستنتاجية الثلاثية الاوجه وهنكمل مع بعض ان شاء الله النهاردة بقية المحركات الاستنتاجية وبعد هذا الباب باب المحرك الخطي والمحركات الاستنتاجية ذات الوجه الواحد ابنان وبناتنا لو قلنا فلاش باك كده نصح صح مع بعض كده ونقول مراجعة مش مراجعة يعني تذكرة بما اخذنا في الحلقات السابقة من قناتنا قناة التعليم الفني كنا خدنا في المحركات الاستنتاجية نظرية العمل وقلنا بتتؤلد عن طريق قانون فرضاي او يطبق لي قانون فرضاي للمحرك وخدنا تركيب المحرك لاستنتاج الثلاثي الاوجه وقلنا حضاركو زملائنا الافاضل في المدارس الصناعية شغالين في التدريبات العملية وزملائنا الافاضل في النظري بيشرحوها في الوقت الحال خدنا التركيب عضو ثابت وعضو داير وقلنا العضو الداير ينقسم لنعين وخدنا كمان بعد الانزلاق ومسائله النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض طرق بدء حركة المحركات الاستنتاجية الثلاثي تلو تذكرة بسيطة من الحلقة السابقة ان احنا قلنا اي مطور في الدنيا بتيجي تشغاله بالكاربة زي ما بنقولها بالطريقة البلدي كده النور بيسقط ويرجع تاني بعض العامة حيقول لك دا عايز طيار بدء عالي او عايز عزم بدء جديد حضرتك كراجل فني كاربة ايه اللي بيحصل وشرحنا هذا الكلام في الحلقة السابقة قلنا لان القوى الدفع الكاربية العكسية في ملفات المنتج لحظة البدء بتساوي سفر وبالتالي بيقع جهد المنبع كاملا على ملفات المنتج او ملفات العضو الثابت وهي ذات مقاومة صغيرة جدا وتطبيقا لقانون فرداي قانون اوم يبقى هنا بنقول يتولى الطيار يعادل ستة لسبع مرات من طيار الحمل العادي مما يؤدي الى تلف الملفات ولذلك يجب الحد من هذا الطيار ما يسمى بطيار بدء الحركة كان فيه حوالي خمس ست طرق للمحرك الاستنتاجي ذو القفا السنجاب وطريقة واحدة للمحرك الاستنتاجي ذو العضو الدائر الملفوف الطريقة الاولى قلنا في التوصيل المباشر التوصيل المباشر دي قدرات بتتروح ما بين نص حصان لواحد حصان ان احنا ما بنلفش او ما بنحطش حاجة لحد من طيار بدء الحل ولكن بنستغنى عن ذلك بحاجة تانية نحن بنصمم الملفات لتحمل طيار البدء وطيار الحمل العادي دعالوا مع بعض النهاردة ناخد طرق بدء الحركة للمحرك الاستنتاجي ذو العضو الدائر قفا السنجاب اول طريقة ان احنا نحط مقاومة بدء حركة سؤالنا هنوصلها بالعضو الدائر ولا العضو الثابت لا طبعا بالعضو الثابت ليه لان العضو الدائر قفا السنجاب لا يحتوي على اطراف العضو الدائر مقصورة على نفسه وليس له اطراف. يمكن معنى ذلك انه عندي الطرق اللي هنتكلم عليه النهاردة ان شاء الله اللي هي الطرق بدء حركة المحركة للسنتاجي ذو القفا السنجاب كلها توصل بدائرة العضو الثابت. ليه? او لماذا? او علل لان العضو الدائر قفا السنجاب ليس له اطراف. اول طريقة اللي هي مقاومات بدء الحركة. هوصل تلات مقاومات مادية. ركزوا شوما لان ان شاء الله لما تكملوا معاهد وكلها بتوفير لكم جميعا. هيبقى فيه اسئلة على هذا الكلام. مقاومات مادية. لتقليل طيار البيت لحزة البيت. وتخرج من الدايرة. لأ في ناس بتاريت تصحصح معاني. بعد خمسة وسبعين في المية من سرعة المحرك المقننة او المقررة. وبعدين تب ما لقناش مقاومات. هنحط محول نفسي. ما فيش محول نفسي بقى. خط مفتاح نجمة دلتا. دي الطرق اللي هنشتغل عليها دلوقتي ان شاء الله. شاشتنا شاشة قناة التعليم الفني. اول طريقة مطلعها لنا على الشاشة. قالوا وهي مقاومات بدء الحركة في المحرك الاسنتاجي ضل عضو الداي القفص نجاب. نلاحز على شاشتنا هنا. والمصيرات طبعا. والكلام ده خدناه في مادة الرسم الفني والوقت. تعال بقى هنا حط ثلاث مقاومات. ثلاث مقاومات للحد من طيار بدء الحركة. ثم بعد خمسة وسبعين في المية بتخرج هذه المقاومات المنزلق ده بيوصل لغاية هنا. يبقى الطيار مباشرة من المنبع على المقاومة. الطريقة ديت بتنفع ازا كان المحرك شغال نجمة او دلتا. الطريقة دي اللي هي عيب. ايه هما? انها اولا تستخدم في القدرات الصغيرة. لكن فيها عيب ايه هو? ان الطاقة الكهربية المستنفذة قطاقة حرارية غير مستفاد بها. نقول تاني تاني. حضرتك طيار البيدي ده كله راح فين? في المقاومات. سخنة. استفدت انت ايه? فالطاقة الكهربية المستنفذة قطاقة حرارية غير مستفاد بها. الطريقة التانية استغنى عنها عن طريق محول نفسي. الاقل للمفاقيد. المحول بيخفض الطيار او الجهد العالي. الى الطيارة الجهد المطلوب للمحرك. وضع تلات محولات نفسية. ونلاحظ اينا عشان احنا بنقول مادة الرسم. ان هذه ملفات محاولة بملفات تزلل. الملفات تزلل. وعشان كده حطينا عليها علامة التصديل. عشان لما نيجي نشرح رسم. نقول المقاومات غير مزللة. والملفات مزللة. وهذا الكلام طبعا حضراتكم درستوه معنا في قناتنا هنا في قناة التعليم الفني. طيب. حط تلات محولات نفسية. السؤال. محطش محول نفسي تلات اوجه لي. المحول النفسي عبارة عن ملف ابتدائي ومنه ايضا سانوي. لقلة التكاليف. لو عملت محول نفسي تلات اوجه يبقى تكلفته عالية جدا. واحنا عندنا اساسيات في صناعة التركيبات والمعدات الكاربية. اقل التكاليف وجودة عالية. رب عليكم. تعالوا بقى ان بص هنا تاني طريقة اللي هي المحول النفسي. يبقى اخدنا المقاومات وقادي المحول النفسي. تلات محولات نفسية او حديث الوجه كل محول مختص بنفسه ومنه الى المحول. هنا بيعمل عملية تخفيض لطيار بدء الحركة ويخرج من الدائرة. خد بالك من المفتاح هنا لان الكلام ده هندرسه في الرسم في دوار التحكم. المفتاح ده بيخرج المحول النفسي من الدائرة بعد خمسة وسبعين في المية من الصرعة المقنمة. الطريقة التالتة الا وهي مفتاح النجمة دلتة. السؤال ده قلناه في الحلقة السابقة وقلنا ازاي مقاومات وازاي محول نفسي وبعدين مفتاح. بيستفيد من حاجة. ايه هي? العلاقة بين الضغط الوجه وضغط الخط في توصيلة النجمة. يبقى انا لحظة البدء هاوصل نجمة. بعد خمسة وسبعين في المية من الصرعة هقلب المفتاح على توصيلة الدلت. ايه العلاقة في كده? فيه النجمة ضغط الخط بيساوي جزر ثلاثة ضغط الوجه. وبالتالي مقدار الجهد بيقل. تمام? بعد كده لما بقلب على الدلتة بعد خمسة وسبعين في المية من الصرعة هرجع الضغط لطبيعته. ليه? العلاقة دي حضرتك واخدينها في الصف الثاني. ضغط الخط هيساوي ضغط الوجه. لكن طيار الخط هيساوي جزر ثلاثة طيار الوجه. يبقى انا هنا بستفيد من العلاقة الرياضية. فيه النجمة والدلتة لتقليل طيار بدل الحركة للمحرك للسنتر. عن طريق مفتاح النجمة دلتة. يبقى مفتاح النجمة دلتة بيعمل ايه? ما فيه الاسئلة دي اللي بنقابلها في مدرسنا كتير قوي. انا حطيت زي ما بيقولنا عربية ماشية. ونازلة من طريق لو حطت توبة السرعة بتقل. طب شلت الطوبة حطت توبة اكبر السرعة بتقل. طب واحد يقول انت هتحط المفتاح. المفتاح فيه علاقة رياضية. توصلة النجمة. ضغط الخط يساوي جزر ثلاثة ضغط الوجه. يبقى الضغط هيبتدي يقل. ثم ارجع الضغط بعد مروض خمسة وسبعين في المية من سرعة المحرك المقننة. ووصلوا الى دلتة. الدلتة ضغط الخط يساوي ضغط الوجه. يبقى كده هنستخدم هذا المفتاح. والمحول النفسي. والمقاومات بدل الحركة في الصغيرة والمتوسط. طب القدرات العالية شوية. شاشتنا الجميلة هتطلقها لنا على الشاشة. اللي هي بتقسيم الملفات العضو الثابت. الى جزئين. خدت بالك من هنا كده. توصيق تقسيم الملفات الى جزئين. لتقليل طيار البدء. ازاي? عند البدء يتم توصيل ملفات جزء واحد. من الملفات الى المصدر. وبعد وصول المحرك. للسرعة المناسبة. او المقننة او المقررة. فانه يتم توصيل هذا الجزء الثاني. مع الملفات. خد بالك من الشرط اللي جاي. مع استمرار توصيل الجزء الاول. ما افصلوش. لا اللي اتنين بيشتغلوا مع بعض. طبعا دي هتبتدر قدرات تعالى بالنسبة لي في المحرك. الطريقة الافضل واللي يمكن مستخدمها حديثا لابستخدام الثيرستور. بيركب هنا اتنين ثيرستور عكس بعض. اللي اتنين عكس بعض. اللي اتنين عكس بعض. اللي اتنين عكس بعض. بيتحكم في زمن زوية الاشعال. والكلام ده في مادة الكترونية القوة برفو عليكم. في مادة الكترونية القوة. هتلاقي كيفية التحكم. في زمن التشغيل او زمن زمن الموجة او زمن زوية الاشعال. بدخل الاشارة او البلس بتاعي بجزء صغير جدا لحزة البدل. وبعدين المحرك يبدأ يشتغل. القوى الدفعة الكرابية العكسية تبتدي تشتغل. ابتدي ادي اشارة ان المحرك ياخد قيمة الجهد بالكامل. طبعا الطرق دي اللي هي الحديثة وده من تطوير المناهج لمنهجنا مع مسيرة التطور العلمي في الحياة العملية. هنا وفرت الجهد اللي كان بيضيع مني في الاول خالص اللي كنت بدخله على المقاومات او المحول النفسي. الطريقة التانية او الطريقة للمعضو الدائر الملفوف. يبقى اللي احنا خدنا دوات كله مختص بدائرة العضو الدائر قفص سنجاب. سواء توصيل مباشر مقاومات بيض الحركة. محول نفسي. مفتاح نجم دلتا. تأسيم الملفات. السير السور. العضو الدائر الملفوف. الكلمة باينا طبعا محاضراتكو. معنا شايفين هذا الكلام وشرحناه. معنا زلك ان الملفات لها اطراف في العضو الدائر. ولزلك احنا قلنا تكلفة وعلي. بنعمل ايه? لتقليل طيار بدل الحركة. بنوصل تلات مقاومات في دائرة برافالي. كده هنبقى عن العضو الثابت. هنشتغل على العضو الداير. العضو الداير هنا له اطراف. يبقى هوصل طرق بدل الحركة بدائرة العضو الداير. وشاشتنا مطلعها هنا. بدء حركة المحرك الاستنتاجي. ثلاث لوجه. زو حلقات الانزلاق. خدت بالك من ملفات العضو الثابت هنا. مدام قلنا ملفات يبقى مظللة. هنا ملفات العضو الداير. عمل فيها ايه? وصلها بتلات حلقات انزلاق. ثم الى مقاومات. حتى مكتوب عليها مقاومات بدء ايه? الحركة. يبقى هنا بوصل تلات مقاومات بدائرة العضو الدائر الملفوف. وتخرج بعد خمسة وسبعين في المية من السرعة المقررة. دول او الشرح اللي كان موجود معنا اللي هي بدء حركة المحركات الاستنتاجية سواء للعضو الداير قافة السنجاب والعضو الدائر الملفوف. عايزة لسأل سؤال لابنانا وبناتنا. نصحصح به مع بعض كده شوية. كيف يمكن التحكم في سرعة المحرك الاستنتاجي الثلاثي الاول? حضرتك بتتحكم في سرعة العربية عن طريق السندوق التروس. تمام? بتتحكم في اي حاجة عن طريق حاجة معينة بالنسبة لك مثلا لو قلنا انك بتيجي تزوء الترابيزة بايدك. يبقى هنا بتتحكم في الترابيزة دي بايدك. انا المطور او المواتير شغالة في المصانع. وعايزة زود سرعتها او اقللها. حسب الانتاج اللي عندي. هل هنبتلي بقى نخش يدويا ونبتلي نوقف الانتاج ونعمل تحكم في السرعة? قال لا. في عندي تلات طرق وحضراتكم درستوها. وانا هنقول كده? من له علاقة بالسرعة? يمكن التحكم عن طريقها فيها. من له علاقة بالسرعة? يمكن التحكم عن طريقها. يعني ابنان وبناتنا ايلينا احنا اخواتنا هزا القانون اللي هو قانون الترطط. الاف بتساوي البي في الان على اتنين في الستين. من له علاقة بالسرعة? عدد الاقطاب والتردد? برافو عليك. عدد الاقطاب احنا عارفين طب خلاص ماشي. ايه هو? كل ما زالت عدد الاقطاب كل ما السرعة اقل? برافو عليك. يبقى التحكم في مين? في عدد الاقطاب? طب والتردد لا لازم نشرحه. تعالوا نشوف مع بعض طرق بدأ حركة ايه? طرق تغيير السرعة. اول طريقة مع التردد هي الانزلاق. يبقى انا عندي تلات حاجات بالتحكم في السرعة. التردد وعدد الاقطاب والانزلاق. اول طريقة لها هنا الانزلاق بالنسبة لل ان واحد بتساوي الان في واحد نايس اس. خدت العلاقة بين الانزلاق وسرعة العضو الداير. هنا قانون التردد ان بتساوي الستين في الف على الفين. من له علاقة بالسرعة? التردد وعدد الاقطاب. التردد علاقة تردية. اما عدد الاقطاب علاقة عكسية. والدليل حضراتكم في التدريبات العملية وزملائنا الأفاضل في المدارس حتى بنقولها كده بالجدول يقول لك 3000 لأن التردل بتاعنا 50 3000 يبقى 2 قض 1500 4 قض 6 قض يبقى 1000 لفة ما لاحظتش حاجة كل ما زالت عدل أقطاب كل ما الصرعة بتقل والعكس صحير تعالوا نشرح مع بعض هذا الكلام وده اللي قلناه في الأول العلاقة بالانزلاق والتردل أولا التحكم في سرعة المحرك الاستنتاج السلاثة الأوجوب بتغيير عدد الأقطاب رسمتنا على شاشتنا في قناة التعليم الفني ظهرت معنا لو أنا حضرتك خدت بالك من دي كده الار والاس والت هنا الملف يعتبر باتنين قط ركز كده باتنين قط يبقى هنا دي كام اتناشر قط ببرفض عليكم مين اللي قال الكلام ده؟ صح؟ أنا عندي قدي ملف اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة في اتنين باتناشر قط ببرفض عليك السرعة كده ايه؟ بطيقة لو جي هنا قفل بالنسبة لتوصيلة الدلتا في الرسمة التانية هنا توصيلة الدلتا بالشكل ده وخد الأطراف الار والاس والت خد هنا كام ستة قط اصبحت كده السرعة تبتلت ايه؟ تقل بس هنا دي مكلفة ليه؟ انت عايز عدد ملفات عدد ملفات يعني عدد اقطاب وفي نفس الوقت المفتاح التغيير هيبقى بطيق معايا لازم اوقف وشغل تاني احنا عايزين والمحرك شغال لان الوقت بالنسبة للمصانع بفلوس تعالوا شوفوا الطريقة التانية التحكم في سرعة المحرك الاستنتاجي الثلاث الاول بتغيير ودي بقى الحاجات اللي احنا قلناها في بداية الحلقة تطوير المنهج مع تطوير عشان واكب التطور التكنولوجي في الحياة العملية التحكم في سرعة المحرك الاستنتاجي الثلاث الاول بتغيير تردد المنبع هغير في التردد التردد عندي خمسين ممكن اعليه او ازوده او اقلله وبالتالي السرعة احنا قلنا تناسب طرد السرعة هتزيد او تقلم واحد تسلاسب سرعة المحرك طرديا مع تردد المنبع ويمكن تغيير تردد المنبع كالقاتي في عندي طريقتين يا اما عن طريق مغير التردد عبارة عن ايه محرك استنتاجي ذو عضو داير ملفوف مش معقولة هشغل محرك استنتاجي دو عضو داير ملفوف اه بس هنا اطراف ملفات العضو الداير هتعتبر كأنها ملف ثانوي في محاول تاني ملفات العضو الداير للمحرك الاستنتاجي هتعتبر كأنها ملف ثانوي في محاول هتعتبر واخده تردد تاني كده اصبح عندي تردد ملفات العضو الثابت وملفات العضو الداير تاني ما تقوليش هنا لا انا عندي محرك استنتاجي قفا السنجاب ومحرك استنتاجي عضو داير ملفوف احنا متفقين ان العضو الداير ملفوف له اطراف حيبتدي هنا يعمل ايه ياخد من اطراف ملفات المحرك العضو الداير ملفوف ويبتدي يغز المحرك اللي انت شغال عليه كده زود تردد على تردد المنبع هتقولهم المعادلة امتى يبقى زيادة وامتى يبقى نقص بصوا الشاشتنا كده رحتمطلها ايه تردد العضو الداير بص ركزوا بقى عشان هنقول الكلام اهو بيسوي تردد الشبكة اللي هو برفو عليك سرعة المجال الداير زائد او ناقص انت عايز سرعة عالية ولا منخافضة سرعة العضو الداير على سرعة المجال الداير نقول الملحوظة دي كلامية الاشارة سالبة في حالة دوران العضو الداير في اتجاه المجال الداير نحصل على تردد صغير معناها الاتنين في اتجاه ايه واحد والاشارة مجابة في حالة دوران العضو الداير في عكس اتجاه المجال الداير نحصل على ضعف التردد يبقى بدل ما هو خمسين هيبقى مية بص الصرعة عندك بدل ما هي تلات تلاف تبقى ست تلاف دي الملحوظة مهمة جدا ابنائنا وبناتنا القانون بتاعها امتى يبقى زائد وامتى يبقى ناقص لو الاشارة سالبة لو الاشارة سالبة التردد بتاعك صغير لو الاشارة مجابة يعني اكثر اتجاه في المجال هتاخد ترددين تردد العضو الداير للعضو الداير الملفوف مع تردد الشبكة مع تردد الشبكة اصبح عندك ترددين داخلين للمحرك سرعة المحرك تزيد الى الضعف او على حسب السرعة اللي حضرتك عايز الطريقة الاسرع برافو عليكم ابنائنا وبناتنا بسرعة السيروستور صح برافو عليكم السيروستور بتعديل شكل موجة الطيار المغازل وذلك بتوحيده بواسط قمطرة موحدات يبقى اول طريقة هعمل ايه هواحد الطيار المتردد الى طيار مستمر ثم وده هتغضو في فاب العواكس في مادة الكترونيات القوى ثم تحويل الطيار المستمر الى طيار متغيب بواسطة مجموعة من الثيروستورات المعدلة لشكل الموجة وبذلك يمكن التحكم في سرعة المحرك معنى ذلك انه هواحد الطيار المتردد بتاع الشبكة عن طريق مجموعة سيروستورات وارجع تاني احولها الى طيار متردد تعالوا بصوا نعمل ازاي تغيير تردد المنبع حيث يعدل تردد المصدر بواسطة النوع خاص اللي هو الترياك وده موجود برضو بمادة الكترونيات القوى الذي يمكن بواسطة الحصول على تردد عالي او منخفض حسب زمن اشعال الترياك لالتحكم في زمن زوية الاشعال زوية الاشعال قدي ايه سواني قدي ايه الموجة بتاعتي او زوية الاشعال بتاعت للترياك هتبقى قيمتها قدي تلاتين اربعين خمسين لغاية ما انا عايز السرعة بتاعتي ايه الطريقة التانية التحكم او التالتة التحكم في سرعة المحرك الاستنتاجي عن طريق تغيير الانزلاق وليه سؤال الانزلاق تناسب عكسي ام طرد من المعادلة اللي احنا حطناه في بداية الشهر طيب الاتنين جاوب مع بعض فعلا بربع عليك وتناسب عكسي كلما زاد الانزلاق قلت السرعة هيتم التحكم ازاي هنركز لان هسأل سؤال في النص حول اوصل تلات مقاومات بالتوالي بدائرة العضو الدائر يبقى انا شغال مع مين محرك الاستنتاجي العضو الدائر ملفوف بربع عليك تلات مقاومات بدائرة العضو الدائر طيب ها انا اجاوبه هذه المقاومات ليست لها علاقة بمقاومات بدل حركة نولتين توصل تلات مقاومات بدائرة العضو الدائر هذه المقاومات ليست لها علاقة بمقاومات بدل حركة اللي اتنين يختلفوا مع ايه الفرق حضرتك من مسمى مقاومات بدل حركة بتعمله لحظة البدء لتقليل طيار البدء وتخرج من الدائرة اما المقاومات للتحكم في سرعة المحرك فهي مستمرة طوال فترة التشغيل في فرق ما بين اللي اتنين تمام؟ ده السؤال اللي كنا نسأله وانتوا جاوبتوا بسرعة تعالوا نشوف فقا الكلام ده نكتبه ازاي وتعتبر هذه الطريقة طريقة لتغيير السرعة عن طريقة تغيير الانزلاق بتوصيل مقاومات خارجية مع العضو الدوار نولنا العضو الدار مرفوض عن طريق حلقات الانزلاق وكلما زادت قيمة المقاومات الخارجية فان الانزلاق يزيد وتقل سرعة المحرك ويلاحظ ان مقاومات تحكم في سرعة المحرك تختلف عن مقاومات بدء الحركة ومذودة ووسيلة للتهوية للتخلص من الحرارة الناتجة ليه؟ لانها شغال طول ما المحرك شغال في فرق ما بين مقاومات بدء الحركة ومقاومات التحكم في سرعة المحرك وقلنا الثلاث مقاومات بتوصل بدائرة العضو الدائر الملفوف القفل سنجاب ممكن تستخدم طرق اللي هي السيروس الرسمة بتاعة العضو الدائر الملفوف موجودة على شاشتنا بهذا الشكل وحتى موصلين برضو ثلاث مقاومات هنا بنقول ان هذه المقاومات حتى وكاتبين هنا يبدأ حركة لا في مقاومات في النص اللي هي مقاومة تغيير السرعة لو قلنا بعد كده حمايات المحرك لما جينا نشرح الحمايات قلنا الحمايات هم بياخدوها في مادة الرسم اللي اتنين تقريبا واحد بنسبة كبيرة جدا اللي اتنين مطابقين لبعض لكن احنا قلنا ان دي خاصة بمنهج ودي خاصة بمنهج عشان درجات حضراته حماية المحرك لاستنتاجي ثلاثي لابد عندي اربع طرق يام زيادة الطيار يام انخفاض الطيار يام ارتفاع الجهد يام تتابع لابد يبقى انا عندي هنا اربع بنود هشتغل على المحرك عشان اعمل حماية ليه الحماية طبعا مهمة جدا لعدم تلف المحرك اول طريقة الحماية من زيادة الطيار والدفاع درجة حرارة المحرك في بعض الاحيان ابنانا وبناتنا تيجي والمحرك او المطور شغال تخط يدك عليها ليه سخن جدا ومفيش حماية ليه مع زيادة نسبة السخونة بيحصلين بتقل لي متانة العزل وبتقل لي جودة المحرك وبالتالي يتلف ايه اسبابه دي في الاعطال اسباب ان المحرك او المطور بتاعي درجة حرارة تبتالي بتاعلى في مطور تلاقيه شغال كويس جدا تيجي كل ما تخط يدك عليها وشغال الدرجة تحرقها دي في مطور تلاقي تحط يدك ليه سخن جدا والدرجة حتى الجودة بتاعته تلاقيها عمالة قل ما بيشتغلش زي الاول بيبقى في اسباب هنقولها كده سريعة منها ان احتكاج كراس المحور ليه رمان البلي بنقولها بالطريقة البلد هنا دي لازم على طول وداني كراجل فني باسمع طيب حسيته رمان البلي سليم بابتدي هنا بطل او افصل المحرك وابتدي بص على عيوب هتلاقي ممكن عمود الدوران ممكن احدى الرقائق بتجرح معه العمود الدوران في حاجات كتير جدا بتؤدي الارتفاع درجة الحرارة ممكن او تلاقي احد الملفات عامل شرط افل لازم بيقولوها كده درجة الحرارة بتاع المحرك لها اعطال كتير جدا ولو عليت درجة الحرارة الكفاءة بتقل وممكن المحرك تخسره او يتلف تعالوا نشوف بها اول حاجة يعني مش هقولها مش نشرحها يعني طيب اول حاجة وطبعا خدنا في دوائر الرسمة بالكامل اللي ازدواج الحرارة تعالوا نشوف رسمتنا كده رسمتنا طلعت على طول اللي هو الازدواج الحرارة حماية المحرك بواسط المرحلات الحرارية الاوفرلود عبارة عن معدنين مختلفين عن بعض كل ما بترتفع درجة الحرارة بيتقوز احدهما يتيجي التغير معامل الحراري كل المادتين ويبتدي يضغط على ريشة معينة تكمل دائرة ملف القاطع يفصل المحرك يبقى معنى ذلك ان المحرك عندما يصل الى درجة حرارة معينة الازدواج الحراري بيفصله لك عن الشبكة دي بالنسبة لك ارتفاع درجة الحرارة الحماية التانية من الحماية حماية المحرك من انخفاض الجهة ودي يمكن تلاشت شوية في بلدنا ربنا يحميها جميعا ان تلاقي الكهرباء تلاقي النور كان زمان على ايامنا احنا زمان كان من قطر الضغط ما فيش محطات دلوقتي المحطات بسم الله ما شاء الله تلاقي الكهرباء عمالة تضعف ضعف الجهد او قلة الجهد على المحرك يقلل من الجودة ويقلل من الكفاءة بتاعته في العمل ايه اللي بيحصل بتلاقي ممكن يتلف بتحط له هنا برافو عليكم لا انتو شاطرين اول محرك هنا ده قريب اول متمم ميرزا برايس بس اخد بالك اللاقت بتاع متمم ميرزا برايس فين دي مهمة جدا هنا هبوط الجهد اول ادي محاول الجهد طبعا موجود وادي ملف المتمم هنا بيدي محاول الجهد انظار ان الجهد بتاعه بتادي يقل المسقاطة هنا او الملف المتمم بيبتدي الجهد يقل تلاقي السقاطة بتاعته راح تنزل على نقطة التلامس هنا تكمل دائرة ملف القاطع يفصل المحرك عن الشبكة تاني هي دائرة بسيطة جدا وهنا بنقول اهو محاول الجهد بيدي نسبة معينة من الجهد لو الجهد قال هنا ده بالنسبة لجهد بتاعه ملف المتمم يقل وبالتالي تنزل السقاطة هنا او اللاقت يكمل نقطة التلامس يبتدي يكمل دائرة ملف القاطع يفصل الشبكة او يفصل المحرك عن الشبكة طيب الطريقة التانية ارتفاع الجهد العكس بقى طيب خلاص انتم فهمتوها هو العكس الجهد زاد مرة واحدة هنا فيه طبعا مفاتيح او قواتي اوتوماتيك في جميع المنازل والمصانع جهد اللي قدر الله زاد الاجهزة تحترق والمواتير هتطلب نعمل ايه الملف المتمن بتاع ميرزا برايس او التفاضلي او الفرقي خلى السقاطة تبقى منين من تحت هو مضبوط على جهد معين خمسين فولت واقف المعلف تاب زاد حيبتدي الجهد بتاعه والمجال بتاعه يزيد يقفل نقط التلامس تعالوا نشوفها كده على شاشتنا قلبه ولا ما قلبهاش اللي هي الدائرة بتاعتها خدتم بلكم من هنا دي تقلبت هنا على طول يقفل نقط التلامس يكمل دائرة ملف القاطع فاصلا المحرك عن الشبكة حماية المحرك الاستنتاجي ضد عدم تتابع الاوجه او فقد احد الاوجه دي بالبلد كده كنا بنقول ايه فازة سقطة يعني بدلا ما هو شغال تلات اوجه لا شغال وجهين تلاقي المحرك من زي بنقولها كده بينحر الجهد مش قادر يشتغل معاه فبتوصلوا هنا المراحلات مراحلات عبارة عن دائرة متكاملة زي ما انت شايفين هنا عن طريق ملف طيار وهنا ملف بالنسبة لي او متمم لمحاولات الطيار ويبني يشتغلوا مع بعض ان التلاتة يكون مجموعهم صفر في نقطة معينة احد الاوجه ده فاصل هنا الطيار هيبتدي يقل بينزل السقطة يفتح الدائرة يفتح المحرك عن الشبكة نهائية ابناء لو بناتنا دول الحمايات للمحرك للسنتاجي الثلاثي الاوجه اخر حاجة اللي هي تتابع او فقد الاوجه هنشتغل مع بعض حماية ضد انعكاس او تتابع الاوجه انعكاس الاوجه او كلام من ده بالنسبة لي عشان ما تاخدش الاتنين مع بعض ان انا فقد احد الاوجه او نعكاس احد الاوجه دي حاجة ودي حاجة الوجه اتعكس وفازة مكان فازة انما سقوط احد الاوجه هتلاقي بدلا ما شغال تلات اوجه واحنا قلناها بالبلد كده فاز السقطة يعني ايه فاز السقطة الجودة عندك الطيار بقيمة معينة محصلة الطيارات بتبقى صفر الدائرة شغالة فاز السقطة اصبح قيمة الطيار قلت فيه فرق ولذلك بيبتدي يشتغل المرحل انه ويفصل المحرك طيب الوجه اتعكس واحد مكان واحد كده المحرك زي بيقولوا كده يتلغبط في المجال الدائر بالنسبة لي هتلاقي الدنيا بالنسبة لك المحرك بيشتغل وبعدين يقف يشتغل وبعدين يقف بنحط هنا سقوط احد الاوجه عبارة عن ارس وعمود دوران مع ملفين الملفين دول مزبوطين على مجال معين وفيه طبعا المغناطيس الدائم لعمل عزم التحكم الملفين دول مزبوطين على مجال معين وقيمة معينة من الجهد خلفة الجهد بالنسبة لك هو على طول القرص بيشتغل لان فانا مع جهد في فريق بالنسبة له يبتدي حرك ريشة بالنسبة لك يفصل المحرك عن الشبك ابنانا وبناتنا المحركات الاسنتاجية الثلاثية الاوجه خلصة خلصة مطلوب من حضراتنا وحضراتكم حل اسئلة الكتاب المدرسة كتاب الوزارة كتاب الوزارة انا قلتها مرتين والتالتة بقول كتاب الوزارة حل الباب بتاع محركات الاستنتاجية الثلاثية الاوجه زي ما عملنا في المؤلدات التوافقية والمحرك التوافقي كل باب نشرحه تبتدي حضرتك بتحل الاسئلة اللي عليه في كتاب الوزارة اي استفسار حضراتكم تابعونا على قناتنا قناة التعليم الفني هنبدأ النهاردة المحركات الاستنتاجية ذات الوجه الواحد هناخد منها حوالي بالزبط في مناجنا سبع انواع المحرك الخطي المحركات الاستنتاجية ذو القطب المظلل و ذو الوجه المشتور ومكسف البيت ومكسف التشغيل وبعد كده المحركات التنافرية ثم المحرك التوالي العام هنقدهم تقريبا سبع انواع تعالوا نبدأ مع بعض وفي حاجات مش هنشرحها هنسألكوا فيها زي التركيب لان الانوان المحركات الاستنتاجية انا لسه طالعين من المحرك الاستنتاجي الثلاثي الاول هيفرق في ايه تعالوا نشوف مع بعض شاشتنا مطلعين لنا العنوان بتاعنا ايه المحركات الاستنتاجية ذات الوجه الواحد التركيب نشرحه طيب نقوله مع بعض التركيب عبارة عن عضو ثابت العضو الثابت الشاشة قدام منكم بعض الحاجات للتركيب تعالوا نسأل مع بعض كده التركيب عبارة عني العضو الثابت يشتمل على الهيكل خارجي يصنع من الصلب الملحوم مادة غير مغناطيسية والدليل حضرتك والمطور شغال لو حطيت ايدك عليه مش هتكار رقم اتنين رقائق العضو الثابت تصنع من شراح الصلب السيليكوني المجمع والمعزولة عن بعضها رقم تلاتة ملفات العضو الثابت ودي هنوقف عندها ملفات العضو الثابت هنا في المحرك الاستنتاجي ذو الوجه الواحد لابد ان يكونوا نعين ملفات تقويم وملفات تشغيل ملفات التقويم هنشرح بالتفصيل هذا الكلام ملفات التقويم تشغل تلت عدد المجاري اما ملفات التشغيل فبتشغل تلتين عدد المجاري العضو الدائر يعني قلنا ان احنا شرحناه وده اللي مش هنقول عضو دائر قفل سنجاب وعضو دائر ملفوف تمام ثم الغطائن الجانبي الزيادة عندنا هنا ايه مفتاح الطرد المركزي مفتاح الطرد المركزي طبعا حضراتكو دلوقتي في المدارس كلها اللي هو بيفصل ملفات التقويم بعد خمسة وسبعين في المية من السرعة المقننة للمحرك ادي الشكل بالنسبان الشكل الهيكل من برة ثم ملفات المجاري العضو السابت وده شايفين سلوت بتاع اللي هي المجاري بالنسبان وقادي التهوية والجسم الشكل الثاني اللي هو المبينة قفص سنجاب او المعضو الدائر ذو القفص سنجاب ده الشكل العام للمحرك وزي ما شايفين هنا بالالوان هي قادي العضو الثابت حتى القواعد التسبيت بتاعتي الهيكل من برة وقادي المجاري وطبعا الملفات حتى موجودة باللون الاحمر ده شكل عام ليه القفص سنجاب مجوف يعني مش راكب لما جينا هنا اتركب وتعمل هنا في قطاع يبين القفص سنجاب هيكون ازاي العضو الدائر زو الوجه الواحد باول المحرك الاسنتاجي ده العضو الثابت بالنسبة لي على الشاشة هنا مفتاح الطرد المركزي ده زيادة علينا في المحركات الوجه الواحد لان محركات الاسنتاجية الثلاثية الاوجه ما كانش فيها مفتاح طرد المركزي كان فيها طرق بدء الحركة ما لسه شرحينها في حلقاتنا النهاردة تمام مفتاح الطرد المركزي بيتركب من جزئين جزء ثابت وجزء متحرك عن طريق تلت لقم او لقمتين نحاس مثبت بياي ياي انسوس تمام بيتوصل بالتوالي مع ملفات البدء او ملفات التقويم توصل بالتوالي نركز بقى في الكلام اللي جاي يبقى مفتاح الطرد المركزي يوصل بالتوالي مع ملفات التقويم وظيفته فصل ملفات التقويم بعد وصول المحرك الى خمسة وسبعين في المية من سرعة المقننة تاني مفتاح الطرد المركزي يتركب من جزئين جزء ثابت وجزء متحرك بيتركب على عمود الدوران متوصل بملفات التقويم بنسبة معينة اول ما بيحس بالحركة وصلت لخمسة وسبعين في المية دالي راح فاصل ملفات التقويم بحركة ميكانيكية الشكل اللي قدام مني صورة لمفتاح الطرد المركزي وايضا كيفية وضعه في لوحة الرسم لابد ان يكون مميز وايه شاشتنا مطلعا على مرة بالطبيعة ومرة ازاي لو انت حترسمه في مادة الرسم الفني بص معايا كده قدي نقعة النحاس للتوصيل قدام مني قدي اليايات بتجذب نقعة التوصيل عن ملفات التقويم وتفصلها ده الشكل العام لو جيد هنا رسمناه نركز بقى هنا شوفه كان ازاي موصل وبعدين بيتفصل عن طريق ايه لو انت عايز تشوف كذا الكلام قدام مني بالالوان الجزء الساكن اهو وقادي الجزء المتحرك التوصيلة بتاعته بالاصابع النحاس وقادي الياي اللي هو السوستة بتاعتي اصابع النحاس موجودة ازاي بشكل معين بيبقى تصميمة ميكانيكية شوية تمام؟ وقادي مفتاح الطرد المركزي جزءين مش جزء واحد طيب اسأل سؤال كده لو انا ما عنديش مفتاح طرد مركزي لو انا ما عنديش مفتاح طرد مركزي خدوها من زي ما علموه لنا اسزتنا دايما لما ان شاء الله بيذن الله بالتوفيق لكم جميعا في المعاهد او الكليات لما يجي يقول لك ايه البديل بتاعته ايه البديل بتاعت الجزء ده لما يقول لك ايه البديل سواء المعيد او الدكتورة او المهندس اللي اشرح لك دور على الوظيفة بتاعت الجزء اللي بيسألك عليه دور على الوظيفة اللي بيسألك عليه ازاي قال لي مفتاح الطرد المركزي ما عنديش طب مفتاح الطرد المركزي وظيفته ايه ده بيفصل وبعد ايه مدة معينة يبقى انا بفكر في البديل على ايه حاجة بتفصل ومدة معينة طايمر برافو عليكم برافو عليكم يبقى انا ما عودش البديل وعود افكر انا بدور على البديل على اني ايه وظيفة اللي انا هحطه مكانه البديل مش هتدور في الشكل والهيكل لأنا بدور ايه دي وظيفة مفتاح الطرد المركزي ايه فصل يبقى انا البديل بتاعه لازم يفصل طب مفتاح الطرد المركزي له سرعة معينة طب سرعة ممكن تبقى زمن صح على طولة هبتدي افكر في البديل الصح يبقى مفتاح الطرد المركزي لو مش موجود افكر في الطايمر ايه طايمر يا سيدي متم الزمن مطايمر مروح مش بتزبطه على نص ساعة او ساعة ويفصل صح ممودة ممكن نزبطه على خمس ثواني بعد البرمجة خمس ثواني او سبع ثواني يفصل ملفات التقويم بس هيبقى فيه عيب ان كل ما يقف المحرك لازم ارجع ابرمجه من تاني فيهمنا؟ يبقى هنا البديل لما ييجي قولك بديل ده ايه؟ البديل بتاع الحاجة اللي تسألت عليها دور على وظيفتها مدورش على شكلها مدورش عليها بتصنع لا البديل ايه؟ يبقى البديل الوظيفة وظيفته ايه؟ هتلاقي نفسك على طول جيب الحاجة اللي مطلوبة منك في السؤال طفانة؟ ده ان شاء الله ربنا يبارك فيكم جميعا للمستقبل ليكم لما تيجوا تشتغلوا وتدرسوا في المعاهد ويه ايه كليانا؟ تعالوا نشوف مع بعض نظرية عمل المحرك الاستنتاجي ده الوجه الواحد عبارة عن ايه؟ نقرأ مع بعض كده اول حاجة المحرك الاستنتاجي ده الوجه المشتور احنا عرفنا التركيب عرفنا التركيب وعرفنا كمان ان عضو ثابت يشتمل على وعضو دير يشتمل على نظرية التشغيل للمحركات الاستنتاجية ده الوجه الواحد ذو الوجه المشتور ذو مقاومة البدء ذو مكسف البدء ذو المكسف التشغيل عبارة عن ايه؟ بوصل الطيار لملفات العضو الثابت نركز مع بعض فيها او وصل الطيار لملفات العضو الثابت حينشأ كم مجال مجالين مجال ملفات التأوين ومجال ملفات التشغيل محصلتهم تعبر الثغرة الهوائية محصلتهم تعبر الثغرة الهوائية لتقطع ملفات العضو الدائر فتولد فيها قوة دفع كهربية تولد مجالا اخر محصل التفاعل للمجالين بينشأ عزم الدوران ابنائنا وبناتنا بدأنا في المحرك الاستنتاجي ذو الوجه الواحد ويقفنا عن نظرية التشغيل للمحركات الاستنتاجية ذات الوجه الواحد الى هنا ان شاء الله نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة يا رب يا رب يحفظ بلدنا من كل سوء وبالتوفي لكم جميعا والى اللقاء في الحلقات القادمة باذن واحد احد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة